مجموعة الاهلي هتكون ترتيب المباريات ازاي الاهلي اول مباراة عنده مع المريخ السوداني يوم 12 فبراير احد ايام 11 او 12 فبراير البعض يقولي كده من دلوقتي طيب طب احنا عندنا او اهتكلم فيها بس هستعرض كل المباريات طيب الاهلي والمريخ احد ايام 11 او 12 فبراير الهلال والاهلي 18 او 19 فبراير الاهلي وسانداونز 25 او 26 فبراير سانداونز والاهلي 11 او 12 مارس المريخ والاهلي 18 او 19 مارس والختام مباراة الأهلي والهلال في القاهرة أحد أيام واحد أو اثنين إبريل طيب عندي نقطتين بالنسبة لمباراة الأهلي في هذه المجموعة أول مباراة الأهلي مع المريك أحد أيام 11 أو 12 فبراير كلها هيقول لي طيب إزاي ده جاي في نفس توقيت المراحل الختمية لكأس العالم للأندية يا جماعة الكلام ده مش جديد ده حصل السنة اللي فاتت بالمناسبة اللي كان عنده كأس عالم أندية في قطر ولما وصل لمرحلة تحديد المركز الثالث والرابع اتأجلت له أول مباراة في دوري المجموعات وكانت بالمناسبة كانت مباراة المريخ السوداني أيضا فبالطبع هنا مفيش أزمة وفكرة أن كأس العالم جاي مع دورة أبطال إفريقيا لا ما فيهاش أي مشكلة ارجعوا للتاريخ شوية السنة اللي فاتت تشوفوا نفس الموضوع بالزبط كأس العالم الأندية كانت المراحل الختمية ليه مع انطلاق مباريات دوري المجموعات عشان كده في التوقيت ده الأهلي لعب السوبر مع الرجاء 22 ديسمبر ما كانش يفع يلعب في شهر اتنين زي ما نشاهد في الأجندة عاملة إزاي فبالتالي الأهلي إن شاء الله عنده مباراة يوم خمسة مع مونتريي يكسب لو كسب أول مباراة يبقى مباراته مع المريخ هتتأجل لو الأهلي كسب مباراة مونتريي المكسيكي يوم خمسة فبراير مباراة مع الأهلي والمريخ السوداني هتتأجل بس ممكن بقى تتلعب ما بين 19 و 26 اللي هي المباراة ما بين الجولة التانية والتالتة في دورة أبطال إفريقية اللي زي ما نشايفين ما فيش وقت يعني أنا خلص 26 اتنين هنخش بعدها بعشر تيام مباراة سانداونز اللي هتكون في الجولة الرابعة في بريتوريا فيه جنوب إفريقيا طيب لو الأهلي لقدر الله خسر أمام مونتريي هيلعب المركز الخامس والسادس يوم 9 فبراير وبالتالي يكون عنده لسه 72 ساعة على مباراة المريخ السوداني هل بقى المباراة هتتأجل أو هتتلاقي في معدها ده أنا أعرفه وقتها ولكن من التواريخ دي والمواعيد دي محدش يقولي بعد كاس الأمم الدورة هيرجع استحالة يعني الدورة الكاس الأمم هتقص 6 فبراير هنلعب كاس العالم للأندية هنرجع من كاس العالم للأندية على دورة أبطال إفريقيا لأن كمان الربطة أعلنت أن أول مباراة للأهلي في استقناف مباراة الدورة هتكون مباراة بيرامدز مش هيرحلوا مباراة ويكملوا الدورة بشكل عادي لا أي مباراة موجلة هيبدأوا بيها وبعد كده هيلعبوا بقى الجولات بشكل عادي جدا طيب ده ترتيب المباراة والموقف إذا الأهلي يكمل في كاس العالم مباراة المريخ موقفها إيه وزي ما أقولكم مفيش تعارض نفس الأمور بتحصل كل سنة وبداية أو استيناف مرحلة دور المجموعات في دورة أبطال إفريقيا مش جاية متزامنة مع كاس العالم ده تلقائي وبيحصل كل سنة والسنة اللي فاتت أول مباراة لأهلي اتأجلت لما وصل لمرحلة الدورة الثالث والرابع لما لعب مع بطل برازيل وأول مباراة في دورة أبطال إفريقيا اتأجلت مع المريخ السودان